لقبته جماهير الزمالك برجل الأزمات وبحلال العقد فكان ملبياً للداء القلعة البيضاء بشكل دائم في كثير من المناسبات التي استعانى خلالها النادي بخدماته لقيادة فريق الكرة فنياً من خارج الخطوط محمد صلاح أحد أبرز نجوم فريق الكرة بنادي الزمالك وفارس الجبهة اليمنى خلال فترة السبعينات والثمانينات والذي اكتشف موهبته حلم زامورة وهو دون الثانية عشر عاماً ارتبط اسمه كثيراً باسم القلعة البيضاء لاعباً ومدرباً على مدار نصف قرن مضى ويحتفل اليوم التاسع والعشرين من مارس محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السادق بعيد ميلاده الستس والستين ساهم صلاح في عشرة ألقاب مع الزمالك خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر بواقع ثلاثة ألقاب بالدور الممتاز وأربعة بكأس مصر ولقبين لبطولة إفريقيا للأندي الأبطال ولقباً بالأفرو أسيوي كما كان صلاح صاحب الخمسين مشاركة دولية هو واحد من كتيبة الفراعين المتوجة بكأس أمم إفريقيا نسخة 1986 بالقاهرة ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في مصر عن عام 1980 وهي الجائزة التي من النادر أن تذهب إلى لاعب يشغل مركز المدافع إلى أنه كان من طراز فريد ومن نوايات سوبر أما عن المسيرة التدريبية لمحمد صلاح عقب اعتزاله اللعبة في عام 1988 فحدث ولا حرق حيث يمتلك سيرة ذاتية مميزة مع جميع الأندية التي قادها فنياً وعلى رأسها غزل المحلة والمصر البورسعيدي وبلدية المحلة وغولدي والاتحاد السكندري وغيرها من أنديات الممتاز كما تواجد صلاح على رأس الجهاز الفني للزمالك في عدة مناسبات بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام للفريق الأبيض في أكثر من مرة ولم يكتفي صلاح بالتألق في عالم التدريب بالدور الممتاز بل ساهم في صعود أربعة أندية من دور الدرجة الأولى وهم تليفونات بني سويف وبلدية المحلة والنجوم وأخيراً نادي مصر لينتزى لقب ثارث المظالم محمد صلاح الرجل الوفي الذي يملأ عشق الزمال كيانه والذي خدم القلعة البيضاء مراراً وتكراراً في عدة مناصب فنية وصلا وجال بقميص ابن زامورة تعشقه جماهير النادي وينال قدراً كبيراً من الاحترام والثقة من بين أنصار ومشجعي الكيان الأبيض كأحد رموز وأساطير البلانك